والمنزلة بين المنزلتين وهذه هي التي خالفوا اعتزلوا من أجلها مجلس الحسن لما سئل الحسن رحمه الله عن مرتكب الكبيرة ما حكمه أجاب بما عليها أهل السنة والجماعة لأنه مؤمن ناقص الإيمان المؤمن ناقص الإيمان فلا يكفر كما تكفره الخوارج ولا يعطى الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو هو مؤمن بإيمان فاسق لكبيرته لما أجاب الحسن بهذا الجواب قال وكان تلميذاً له في الأول كان واصل تلميذاً للحسن قال لا أنا أقول إنه لا مؤمن ولا كافر بل هو في المنزلة بين المنزلتين يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر فهو بالمنزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر فإن مات ولم يتب فإنه يكون خالداً في النار كما تقوله الخوارج فأحدثوا القول بالمنزلة بين المنزلتين وعرفوا بذلك